السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا العزاء في مادة علم المواد 1 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء رقم 6 من الفصل الرابع هنتكلم عن النوع الثاني من الـ الـ Dislocation وهو الـ Agile Deslocation Agile Deslocation A dislocation introduced into a crystal by adding extra health plan of atom طيب هو إضافة زي ما احنا شايفين نص مستوى فأدى إلى ضغط في المنطقة العلوية وإلى compression في المنطقة السفلية وبالتالي يبقى الـ Agile Deslocation بيحصل في المنطقة السفلية زي ما احنا شايفين زي ما بيوضح الرسومات اللي قدامنا الرسومات اللي قدامنا بتقول أن النوع الأولاني ده الـ Perfect Crystal النوع الثاني ده حصل Cut and Extra Plan of Atom هادي الأكسترابلان اللي احنا حطناه نبص نلاقي إن اللي بيحصل A is inserted The bottom edge of the extra plan is Agile Deslocation قلنا المنطقة السفلية لها العلامة دي إن المنطقة دي يبقى فيها Agile Deslocation وإن الـ Progress Vector B برضو نفس القصة is required to close lobe of equal atom spacing around the Agile Deslocation ترجمة نانسي قنقر